بسم الله الرحمن الرحيم فيه من مدة كده مش بعيدة ظهر اتجاه صحي جديد يشجع على شرب المية واكل الفواكه والخضروات العنوان الكبير بتاع الاتجاه ده اسمه ماء الفواكه وماء الخضروات الموضوع بكل بساطة اننا بنجيب اي فاكهة واي خضار طازة بنقطعه حيطة صغيرة او دواير رفيعة بنحط الكلام ده كله في كوباية مية ونصبها في التلاجة على الاقل ساعتين ولو اكتر يكون احسن بعد كده بنشرب المية ديوب ناكل اللي فيها بس الافضل يكون على الريق وكمان قبل الوجبات بنص الساعة على الاقل طيب واحد بقى ممكن يقول يعني بدلا ما نعمل الكلام ده كله مناكل اللي احنا عاوزينه ونشرب علشة مية وانتهى الموضوع والله انا شخصيا شاف ان ده لو فعلا حد عمل بيه باخير وبركة انما المشكلة دايما بتبقى في الاستمرار موضوع مية الفواكه ومية الخضروات ده الحقيقة فيه فواد كتيرة يعني اول فايدة فايدة نفسية يعني واحد حيقوم من يوم الصبح ويفتح التلاجة ولا فيها كوبات مية ساعة وعين فيها حتة فراولة ولا كم مكعب بطيخ احمر مسكر او حتى شريح خيار يعني اعتقد حاجة جميلة وظريبة مش عاوزة كلام ان الواحد يبتدي اول دقيق في يومه بالطريقة دي الموضوع يعني مش متعب احنا بس نعمل الكلام ده كل وجبة بالعكس احنا هنعمل كمية كبيرة ومرة واحدة كل يوم نحطه في التلاجة وناخد منه قبل كل وجبة الفاكهة اللي هنعملها بالطريقة دي اي فاكهة يعني بطيخ شمام كانت لوب طفاح فراولة مش مشوخ اي فاكهة وممكن كمان نعمل كوكتيل يعني اكتر من نوع في نفس الوقت والخضار التزى برضو اي خضروات تنفع للمسألة دي زي الخيار والجزر والطماطم الكرومبل احمر وراء العنب والفلفل الرومي الالوان بقى احمر على خضر على صفر اي خضار سواء لوحده او برضو كوكتيل واكتر من نوع في نفس الوقت فايدة تانية ان كل بنقعه بيطلع العناصر اللي فيه واللي بتدوب في المية زي كل مجموعة بيتامين بيه المركب وبيتامين سي وبعض الاملاح المعدنية الاملاح المعدنية دي مهمة جدا بالنسبة لامتصاص الجسم للمية الفواكه والخضرات الطازة مع المية كل ده مطلوب جدا علشان يعملوا حالة من التوازن الصحي في الجسم بسبب كل اللي بناكله وبيرفع من حموضة الدم زي اللحوم كلها والفراخ والكبد والبد والعيش البلدي والفين والشيبسي وكل المشروبات الغازية والسكر يعني حاجات الحقيقة يعني قائمة كبيرة بنكلها في اغلب الوجبات بتاعتنا وكمان بكميات كبيرة في نفس الوقت كمان من نقعد في واقع الخضرات في المية مش محتاج لا نضرب بقى في الخلط ونصف ونحط سكر اضافي انما المسألة اسهل من كده بكتير قوي وبرضه علشان الكلام ده يبقى صحي ومفيد جدا الافضل اننا بنعمل كمية كده برضو من شرايح اللمون وشرايح الخيار بس ده نستعمله بكترة وبرضه قبل الوجبات مع الانواع التانية الحقيقة ان اللمون والخيار ليهم دور مهم جدا في زيادة قلوية الدم وتقليل الاضرار بتاعت الاكل اللي بيرفع من حموضة الدم وبدرجة البيرة برضو ممكن نعمل شوية اضافات تزود من جمال الشكل العام بتاع الكباية بتاعتنا دي وكمان تزود من الفوايط بتاعتها يعني ممكن كان ورق نعناع اخضر او ورق الرحان او عود ارفة طبعا على حسب الحاجة اللي احنا بحطنا في المية يعني وكل واحد بقى يفنن ويبتكر اي اضافات تزود من الجمال والفوايط في نفس الوقت يعني بالطريقة دي هنستفيد من المية ومن الفواكه والخضروات اللي فيها وبكل العناصر اللي فيهم الاهم اننا هنشرب مية تلات مرات كل يوم بسبب الطريقة دي وبرضو هيخش جسمنا شوية خضروات يمكن محدش بيقرب منها باي شكل من الاشكال ده غير ان الاطفال ممكن او يحبوا الشكل ده ويبقى فيه اقبال من ناحيتهم لان اغلب الاطفال اللي بيحبوا الفكهة ولا الخضروات انما عاوزين كل اكلهم يكون شبسي وحرويات وانتهى الموضوع وفي بحث عمل النتيجة بتاعته كانت ان 83% من السيدات ما بيشربوش الكمية اللي المفروض انهم يشربوها كل يوم من المية اما الرجالة فكانوا حوالي 95% يبقى الطريقة دي هتخلينا نشرب المية واحنا حابين كمان كده يعني مية وطعمها من طعم الفواكه والخضروات اللي فيها وكمان المية اللي موجودة اساسا في الخضروات والفواكه دي وطبعا مش هنتكلم عن فوايد المية يكفي بس انها اساس كل شيء حي انما لو حطنا مع المية دي خيار ولمون زي ما قلنا هنشوف بقى العجب يعني بالنسبة اللمون بيقلن من مستوى الكوليسترول بيضع عم صحة القلب بيساعد على الحرق والتخسيس وبيعمل وقاية من تكوين الحصوات في الكلة ووقاية من مخاطر الاصابة بعض السرطانات وبيساعد على الهض وبيعمل وقاية ممتازة من حموضة الدم بالنسبة الخيار شعراته الحرارية أولية لقاوي وفيه فيتامينات واملاح معدنية خاصة بالقشر بتاعه وفيه مضادات اكسادة يعني وقاية من امراض كتيرة وخطيرة ومزمنة وفيه مية كتير يعني برضو ترتيب الجسم ووقاية من الجفاف وبيساعد في التخسيس والوقاية من الامساك على اي حال المقصود من الكلام ده ان المية لما ننقع فيها اي فكاة او اي خضار هناخد فوايد بالجملة وبصفة خاصة بقى للي ما بيشربوش مية كفاية او ما بيأكلوش فواكه او خضروات لأي سبب من الاسباب عموما يريد نجرب حتى لو مرة واحدة والله لو الموضوع عجبنا وستظرفنا نستمر على كده يعني مش هنخسر بالعكس هنكسب وهنكسب كتير كمان وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته